موسيقى مشاهدين كرام أهلا بكم إلى فقرة ضيف المساء حظيات الجهود التي يقوم بها المغرب من أجل إيجاد حلوله لينزاع بين الأطراف الليبية بإشادة كبيرة من طرف المنتظم الدولي حيث أجمعت منظمة إقليمية ودولية ووزارات خارجية عدة بلدان وكذا العديد من وسائل الإعلام على أهمية الدور الذي طلعت به المملكة في إنجاح الحوار والتوافقات وتقريب وجهات النظر بين الفرقائي الليبيين من خلاله توفير أرضية ملائمة للحوار كما نوه بالالتزام الفاعل للمملكة لصالح الانتقال السياسي في هذا البلد الشقيق من خلال العملية الانتخابية وفي ذات السياق غربت الأمم المتحدة على رساني المتحدث باسم الأمين العام الأممي ستيفان دوجغيك عن شكرها للمغرب على جهوده التيسيرية الهدفة للتوصل إلى حلول توفقية بشأن القوانين الانتخابية بين الأطراف الليبية المجتمعات في بوزنقة حيث قال المتحدث والرسمي خلال مؤتمره الصحفي اليومي في نيويورك نشكر المغرب على تيسير جهود أعضاء اللجنة المشتركة 6 زائد 6 المكلفة من مجلسي النواب والمجلس الأعلى لدولة ليبيين بأعداد القوانين الانتخابية ولتسليط الضوء أكثر على الموضوع يصعدنا نصطديفة هنا في الأستوديو مدير مركز الصحراء وإفريقيا لدراسات الاستراتيجية الأستاذ عبدالفتاح الفاتحي أستاذ أهلا بك أهلا وسهلا شكرا على تلبية الدعوة بداية أستاذ لماذا هذه الإشادات الدولية والإقليمية المتكررة للمنتظم الدولي التي تثمن المجهودات المبتولة من طرف المملكة المغربية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين طبعا الأزمة الليبية معلوم بأنها باتت قضية جد مستعصية بالنظر إلى المؤتمرات الدولية التي أقيمت من أجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية وكان هناك دخل مغربي قوي في أن يكون الدولة المحايدة والتي تحظى بتأييد من قبل كل فرقاء الليبيين وحيث أن الأمر كذلك ساهم في إنجاح ما يسمى باتفاق صخيرات الذي يشكل اليوم أساس انطلاق أي مفاوضات الليبية للوصول إلى حل سياسي معلوم كذلك كان مؤتمر باريس باليرمو ومؤتمر برلين من أجل إيجاد تسوية سياسية لكن كانت هناك صعوبات كبيرة جدا بسبب التدخل الدولي عموما اليوم الأزمة الليبية تبقى قضية شائكة بالنسبة للمجتمع الدولي وبنسبة كذلك للهيئات الأممية وقد سبق لمجلس الأمن الدولي أن طرح ما يسمى الفرصة الأخيرة أمام الفرقاء الليبيين من أجل إيجاد حلول سياسية عموما أنه بالمساعدة المغربية في تراكم لنجاحات لمفاوضات فيما بين الأطراف كانت دائما تقام هنا بالمملكة المغربية بالنظر لما يوفره المغرب من ظروف ملائمة ومن عدم التدخل في هذه النقاشات التنائية فيما بين الأطراف الليبية وطبعا الكل يجمع على أهمية الضور والكفاءة وكذلك الحيادية التامة التي يقوم بها المغرب من أجل تيسير الظروف الملائمة للوصول إلى حلول وعلى هذا الأساس فاليوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة الأطراف تعول على المملكة المغربية لمواصلة هذه المسيرة لأن المدخل الأساسي لمختلف القضايا التي كانت شائكة وجدت حل لها بالمغرب طيب أستاذ هل يمكننا القول أن الإشادة الدولية بالمغرب وبدوره في محاولة طي الأزمة الليبية يعكس الصورة الحقيقية التي ينظر بها الآن إلى المملكة المغربية أو التي ينظر بها العالم إلى المملكة المغربية كدولة رائدة في المنطقة ذات استقرار أهمها الأساسي هو الحفاظ على الأمن والسلام وتضامن مع بلد مغاربي شقيق وتدعيم سبل وحدته نعم بكل تأكيد مثل هذه الإشادات تؤكد بأن المملكة المغربية تلعب دورا مهما في العلاقات الدولية وأنها شريك موطوق فيه بالنسبة للهيئات الأممية كمجلس الأمن والأمم المتحدة وبقي الهيئات هو على ضوء ذلك يقدم مساهمات مهمة جدا انطلاقا من مسؤوليته في الفضاء المغاربي وانطلاقا من مسؤوليته في محيطه الإقليمي وطبعا كذلك في محيطه الدولي ومعلوم بأن المملكة المغربية تحصل على دعم قوي من قبل الفاعلين الكبار في السياسة الدولية خاصة من قبل واشنطن وكذلك الاتحاد الأوروبي وكذلك الهيئات الإفريقية والعربية وقد شهدنا بأن المجلس الوزاري لدول الخليج يعني هو الآخر يشيد بما قام به المغرب خاصة على ما تم التوصل إليه أخيرا بصدد وطيقة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ينتظر أن يتم التوافق بشأنها لأنها المدخل الحقيقي من أجل تشكيل حكومة أو تشكيل كذلك حكومة موحدة على هذا الأساس أقول من جديد بأن المملكة المغربية شريك أساسي وموتوق فيه بالنسبة للشركاء الليبيين أساسا المعنيين بالقضية ثم كذلك لها تحصل على دعم دولي كبير من قبل كافة الفرقاء والهيئة الدولية ومن قبل كذلك شركاء التقليديين كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الإفريقية وكذلك دول الخليج إذن أستاذ كما ذكرتم كل الهيئات والمنظمات الدولية والعواصم الكبرى وكذا المحورية في المنطقة أشادت بيدور المغربي الريادي وأشادت كذلك بديبلوماسيته المتجدرة أستاذ ما سر نجاح الوساطة المغربية اليوم كل الجهات تتحدث عن حياد حيادية تامة وعن نزاه في احتضان نقاشات الفرقاء الليبيين حتى بتصريحات صادرة عنهم عقب انتهاء اجتماعات بوزنيقة التي انعقد الأسبوع الماضي أو اختتمت الأسبوع الماضي إذن على هذا الأساس المملكة المغربية اختبرت في كافة المحطة التفاوضية بين الفرقاء الليبيين وتبت بأنها البلد الذي له حس من أجل خير الشعب الليبي من أجل استقرار ليبيا ومن أجل وحدتها الترابية ومن أجل كذلك وحدتها السيادية ومن أجل كذلك استقلالية قرارها السياسي والسيادي ولذلك المملكة المغربية لا تحبد من الذين يدعمون قضايا التدخل الأجنبي في ليبيا لأنه محط زيادة الخلافات فيما بين الفرقاء الليبيين والتي تمنع من إمكانية الوجوك للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية التي طال أمدها والمملكة المغربية معانية بتنمية يعني إقليمية على مستوى الاتحاد المغربي وعلى المستوى كذلك شمال إفريقيا وإفريقيا إذن طيب هل يمكن القول أن المغرب أصبح الآن رقما مهما في المعادلة الليبية وفعلا يمكن اللجوء إليه في الوساطة وحل الملفات الإقليمية والدولية طبعا بكل تأكيد سيما أن عقيدة السياسة الخارجية للمملكة المغربية تاريخيا تنبني أساسا على الحوار وعلى التفاوض أو على كل السبل السلمية وهكذا فإن المملكة المغربية لا تاريخ مجرب وعقيدة راسقة على هذا المستوى قد بدأ ذلك واضحا في عملية إتمام سيادة المغرب كانت دائما بطرق تفاوضية أساسها والحوار والخطاب السلمي وطبعا هذه هي النزعة التي يشيعها المغرب لضمان الأمن والسلم الدوليين وتشجيع كذلك الأطراف على التعاون وبالتالي المملكة المغربية اليوم تحصل على ورقة اعتراف فيما يخص دعم المسلسل الحواري المبني الأساسا على السلم وعلى السلام وأعتقد بأن المجهودات المغربية في هذا الباب بخصوص الأزمة الليبية هي التي ربما أدابت الكثير من الجليد فيما بين نقاشات الأطراف حتى باتوا يجتمعون وجه لوجه بالرباط وهذا ما يعني بإمكانية الوصول إلى حل سياسي عن طريق الدعم المغربي الذي أصبح مجربا وموتوقا فيه وأصبح يحضر بتشجيع كبير من كافة الأطراف لا سواء الليبية ولا سواء كذلك الدولية طيب أستاذ سؤال أخير لا شك أن الإنجازات المهمة التي حققها المغرب سواء في الملف الليبي أو في ملفات إقليمية أخرى أو إفريقية هي نتاج لسياسة خارجية رسم ملامحها جلالة الملك محمد السادس كيف تصنع هذه الرؤية الفارق في أداء الدبلوماسية المغربية؟ طبعا بكل تأكيد اليوم العالم مجمع بأن خيارات الحرب هي أمر فيه كلفة كبيرة لا سواء على الجانب الإنساني وعلى الجانب التنموي والاقتصادي وأن المساعي الحقيقية للإنسانية هي التي تقوم على مبادئ السلام وأعتقد بأن الملوك العلويين دأبوا على هذه الخيارات السلمية في تدبير الحوارات مع الجيران وكذلك في تدبير كذلك مفاوضات فيما بين مختلف الدول المتنازعة والمتناحرة وأكيد بأن المملكة المغربية دائما وأبدا تشجع على السلم وتساهم فيه وهذا يبدو واضحا من خلال مساهمة القوات المسلحة الملكية في القبعات الزرقة الدولية من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين إذن الأستاذ عبدالفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا لدراسات الاستراتيجية نشكرك على كل هذه المعطيات وتوضيحات ونلقاك في فرصة قادمة إن شاء الله لتموا هذه الفقرة مشاهدنا نلتقي بعض فاصل قصير في ذشرة إخبارية مفصلة تحية لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة